تقريبا النهاردة ما عادش حد بيجيبوا الجنالان ويقرأ زي الاول يعني ما عادش حد النهاردة من سخونة الاخبار ما عادش ان فيه ناس ممكن انها تنتظر ان الخبر يتكتب في منشت ويتراجع ويتطبع ويتوزع تكون طلعت اخبار ساخنة واخبار جديدة ما بقى لحضرتك النهاردة في الفيديو اللي انا بصور لكم ده ممكن بيكون على بال ما بعمله ايدت بتكون استحديثة اخبار تانية فالنهاردة اصبحت كل الاخبار بتستقى من البوستات ومن السوشيال ميديا ولكن بسمي بعض البوستات بالبوستات الصفراء اللي جاية من الصحف الصفراء الصحف الصفراء دي قصتها دايما يقولك يا رمز الى الصحف اللي بتطلع اكاذيب واخبار غير حقيقية الى الصحف الصفراء لان قصتها بترجع من سنة 1893-94 كان هناك في صحفتين في نيويورك كانوا الاشهر على الاطلاق نيويورك وورلد ونيويورك جورنال الصحفتين دولت كانوا غير بقية الصحف التانية الصحف التانية كانت تجيب لك كده الورق الابيض والورق الفخم وتطبع عليه ولكن الصحفتين دولت ما كانوش بيعتمدوا على كده ولكن كانوا بيعتمدوا على انكنا نجيب الورق الاصفر الرخيص ونحط عليه منشطات كبيرة منشطة كده يكون جذاب منشطة يكون مليان فضايح مليان حاجات كده ويرسوم واخد بالك ازاي فالصحفتين دولا تكنوا بيتنافسوا لذلك سميت الصحف الصفراء النهاردة في البوستات الصفراء اللي ما بتعتمدش على دقة المعلومة بتعتمد على الاكاذيب يحطلك كده منشطة كده على البوست علشان يجذب الناس لللايك والشير وطبعا ما فيش مانع ان يبقى في بعض الكلمات المثيرة للتلاعب بمشاعر الناس سلام عليكم واهلا وسهلا بحضرتكم ان شاء الله تكونوا بخير وبابض الحال فضلا وليس امرا اللايك يا جماعة مهمة قوي لان فعلا الريبورتات مش رحمة كمية ريبورتات غير عادية النهاردة بمناسبة ما كلمت بعض البوستات على ان اللي هو عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية توجه الى تل قبيب كل الناس بعد طلعوا تكلموا في الكلام ده ولكن الحقيقة غير كده الحقيقة ان طبقا مثلا للقاهرة الاخبارية ان في وفد مصري وفد امني مصري بقى من المخابرات من غير المخابرات هو وفد امني مصري ناخد الخبر كده زي ما هو المعلومة ما نعادش بقى ايه ان احنا نحرف ونجود واسه انا جبت من وراك كواليس ومن اخبار من علاقات شخصية ايه الكلام اللي انت فيه هو وفد امني مصري نهاردة راح الى اسرائيل يتوجه هناك بمناسبة ايه علشان القضية الفلسطينية علشان موضوع اكتحام رفح ده يتم الغاؤه هما الوافد ده ماسك القضية الفلسطينية لكن اللي هو عباس كامل ما راحش النهاردة على اسرائيل خالص ولكنه حتى تبقى للاخبار اللي موجودة انه هو بيجتمع مع رئيس البرلمان الليبي بجدير بالذكر ان بعض الاخبار تدولت ان كان رئيس الاركان الاسرائيلي ورئيس الشباك الاسرائيلي كانوا هنا في القاهرة يوم الاربع اللي فات لبحث عملية الهجوم على رفح مصر موقفها واضح تماما وهي انها وقفة ضد الهجوم على رفح بتحاول بكل المساعي ان مصر تاخد الموضوع بعيد عن الاكتحام علشان ده له تأثير كمان على حاجتين على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والحاجة التانية على الامن القومي المصري عايز اقول لحضراتكم ان انا لفت نظر حاجة وانا بقلل كده في الصحف الاسرائيلية لاني بحبي يوميا قعد دعبس بيقولوا ايه وانت بدخل كده على يديعوت احرانات الصحيفة يديعوت وبتفرج فيها على الاخبار فجيت بحاجة ان اما كل الصحيفة جايبين لك كل الاخبار عن الحرب وعن جيشهم هنا بيحارب فين وهنا مع شمال اسرائيل مع الجنوب اللبناني يعني خبر مع غزة وخبر مع رفح وخبر مع ايران وخبر مع حزب الله وفي وسط الاخبار دي جايب لك بقى خبر كده في النص غريب جدا الخبر بيتحدث على في الحضارة المصرية القديمة وان اليهود كانوا عايشين مستعبدين وانهم كانوا عبيد هنا في مصر وده بصراحة عارف كده لما انت تحط على ترابيزة مجموعة اكلات وتقوم في النص حطت حاجة تانية مختلفة هما ده نفس الشيء ولكن هو مش مختلف هو ظاهريا بيين لك انه هو فيديو او خبر تاريخي ما فيهاش حية يعني ده خبر تاريخي حطينه لا لما تيجي تشوفه كده ويترجمه هتلاقي ان كلمة استعباد عبيد عبيد العبيد العبريين العبيد اليهود العبيد 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 متكررة اكتر من مرة ايه الهدف منها؟ الهدف انه هو عاوز يشحن الداخل اليهودي على مصر بس بشكل تاريخي بشكل كده بالراحة طب والخبر تحط هباء الخبر تحط كده النهاردة يعني ده خبر مش عاجل مش حاجة ارجنت انها محتاجة انها تتحط واللي هو تم اختيارها انها تتحط في الوقت اللي الوافد المصري او الوافد الامن المصري الرفيع وهو موجود النهاردة في اسرائيل يتحط على واحدة من اشهر ما كانتش هي اشهر صحيفة داخل اسرائيل صحيفة يديعوت انه هو يتحط الخبر ده في النص المواضيع بتبقى ليها جماعة ابعاد واضح جدا انه هم مصرين على اللعب معانا بس هم فهمين كويس قوي ان اللعب معانا مش خطر وبس اللعب معانا يعني اللي بيحصل في جامعة كولومبيا حضركم عارفين طبعا والاتحدثت معاكم عن الفيديو اللي فات عن ما حدث من الدكتورة نعمة شفيق واللي تقال واللي تحصل والكلام ده كله ومش عايز اعيد الكلام تاني هي ليه الدنيا مقلوبة تحديدا على جامعة كولومبيا بالشكل ده مع العلم ان في امريكا وهي رمز شعلة الحرية ودائما بتكلموا عن اليومان رايتز وان لأياما مرارا وتكرارا امريكا هنا في مصر كانت بتبعت رسائل غضب وتبعت وفود غاضبة علشان الحريات وقمع الحريات هنا في مصر ويتكلموا ازاي ان انتوا دايما وقفين قدام اي حد بيعرضكو ان انتوا ان انتوا وشوفنا الكلام ده على مردار السنين طب النهاردة اي حد بيتحدث عن ما يحدث من القضية الفلسطينية وان ما حدش اصلا بيكلم على ديالة اليقودية ولا حد بيعادي السمية ولا حد بيقول اي حاجة غير يا جماعة الشعب الفلسطيني ده الناس دي بتموت مجرد انك انت بتقول الناس دي بتموت انت بيتم الغضب عليه ايش معنا جامعة كولومبيا اللي الدنيا مقلوب عليها اول حاجة جامعة كولومبيا هي جامعة من الجامعات العريقة جدا في امريكا هي تقريبا اقدم جامعة موجودة في نيويورم وهي خامس اقدم جامعة موجودة في امريكا وهي من الجامعات الكبيرة جدا جدا زي جامعة هارفورد جامعات كبيرة جدا في امريكا من ضمنها جامعة كولومبيا بلك مش كده وبس من ضمن صفوة المجتمع ابنائهم موجودين في جامعة كولومبيا زي مثلا عندك الرئيس روسفيلد الرئيس باراق اوباما الرؤساء دول اصلا كانوا خرجين جامعة كولومبيا رجال اعمال علماء اصلا دخولها بيبقى ليه مترطبات معينة مش اي حد ينفع ان هو يدخل جامعة كولومبيا خالص لازم بيبقى لها محددات معينة فنقدر نقول ان خرجين جامعة كولومبيا هم المستقبل الحقيقي الى امريكا فبالتالي لما يلاقوا الخرجين بتوع جامعة والطلبة بتوع جامعة كولومبيا النهاردة بيوقفين وبينصروا وبيقولوا الشعب الفلسطيني لا لازم ليحقوق على فكرة ما جبتش سيرة اي حاجة خالص تهاجم لا اعربة كلمة حضرتك هم لما يلاقوا ابنائهم بيت ابناء الصفوة في المجتمع هناك ما بقولش ان كل الصفوة في امريكا هم خرجين جامعة كولومبيا ولكن جامعة كولومبيا بتضم مجموعة من ابناء الصفوة لما يبقى شايفين ابناء السيناتورز وابناء رجال الاعمال وابناء الناس الكبار في امريكا بيتكلموا بالكلام ده لا لازم الموضوع ده يتم حسمه تماما لذلك احنا النهاردة نظرا لان اليوتيوب حيعتبر ان الفيديو ده هو فيديو محرد او فيديو عنفة مش هينفع في فيديو مشهور جدا النهاردة حضراتكم انا حطوا على صفحتي على تويتر واحدة بروفسير جامعية بيتم تقيدها وحطينها على الارض وسحلها وهي بتقول انا بروفسير ليه علشان وقفت بس تناصر الناس اللي بتقول يا جماعة اهل فلسطين بيحصلهم واحد واثنين وتلاتة عموما ده برضو جانب بيبين لنا مدى الحرية وحرية التعبير عن الرأي داخل امريكا نيجي بقى الى روسيا وما يحدث ما بين روسيا واوكرانيا لان الامور كبيرة جدا خبر عاجل جدا جدا كوات الروسية ضمرت كطار كبير جدا كان محمل باحدث الاسلحة الغربية جاي من بولندا الاطر ده كان رايح على الدونسك وروسيا ضمرته تماما ودي تعتبر خسارة كبيرة الى اوكرانيا وايضا الى دول النيتو جدير بالذكر ان احنا عندنا النهاردة تاني وتالت في محدد اشارات كده نباين لنا ان احتمال يحصل حرب عالمية اول حاجة اللي النهاردة ذكروا الوزير الدفاع الروسي شي جو عن تورط الخبراء العسكريين اللي من دول النيتو في الاعمال التخريبية اللي بتحصل داخل روسيا وبالاخص الاعمال الارهابية اللي حصلت وبيحذر روسيا حترد الرد الكافي ده عندنا اول مؤشر لحدوث طفاكم الازمة تاني مؤشر عندنا بلا روسيا حضراتكم عارفين ان كانت روسيا اعلنت انها حتنشر اسلحة نووية تيكتيكية في بلا روسيا انبارح روسيا ارسلت مجموعة كبيرة مش مجموعة صغيرة مجموعة كبيرة من السواريخ رهوس نووية تيكتيكية وفي نفس الوقت اعلنت بلا روسيا ان في مجموعة من المسيارات اللي هجمت بلا روسيا من الداخل وتصدوا اليها المسيارات دي جاية من دول البلطيك ده هنا تورط لان احنا عندنا بلا روسيا قالت ان اول ما النيتو حيعلن عن الهجوم على روسيا اول ناس هيتضربوا هو احنا لان احنا عندنا سواريخ موجودة ودي تعتبر على الحدود مع بولندا يبقى احنا عندنا طفاكم الازمة عن مال بيزيد اكتر واكتر خاصة بقى خليني اقف مع حضراتكم في نقطة مهمة وهو على قانون ادي عندنا الصحيفة في الصحف الغربية كلها بتتحدث عن الموضوع ده ولما بقول لحضراتكم معلومة معلش ببقى دايما برجحها وقانون التعبئة الجديد تاني مش من 25 سنة ل60 سنة داخل اوكرانيا بل من سن 18 سنة لغاية سن 60 سنة حضراتكم عارفين تعداد الشعب الاوكراني ما يقرب من 50 مليون نقول ان اللي خرجوا من اوكرانيا نقول ان نصوهم رجالة ونصوهم ستات يا سيدي نقول 20 مليون من الرجالة و30 مليون من الستات هيتفضل عندنا في شعب اوكرانيا من 20 مليون خرج كام قبل ما يقفلوا الحدود 2 مليون نقول تبقى 18 مليون عندنا النهاردة السن اللي بيدخله الجيش من سن 18 سنة لغاية سن 60 سنة اوكرانيا ما اعلنتش رسميا ان عدد اللي ماتوا منها قد ايه ولكن تبقى للبقنات الروسية ان هم قالوا اللي مات من اوكرانيا من بداية الحرب لحد النهاردة 500 الف الرقم اكبر من كده بكتير اوي 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 خلينا نعقل الكلام لما النهاردة اوكرانيا تقول ان ما فيش بني مواطن اوكراني خارج اوكرانيا حيتم ان هم يجددوله اي اوراق من السفرات ولا ان هم حيجددوله البصبور بتاعه لا لازم يرجع على اوكرانيا ده معنى كده كون ان انت بتوصل لمرحلة انك انت من سن 18 سنة لسن 60 سنة مش لاقي حد من العشرين مليون اللي موجودين داخل اوكرانيا انه هو يجنت وبتحط قوانين صعبة وصارمة جدا جدا على الاوكرانيين اللي برا من الرجال علشان تكبرهم ان هم يدخلوا اوكرانيا وقل كل اوراقهم وبصبورهم وكل حاجة هتبقى معلقة برا ده معنى كده ان انت في مصيبة كبيرة وان انت ما عندكش القدر الكافي من الرجال اللي من سن 18 ل 60 سنة عشان يروحوا الحرب معنى كده ان انت خسرت ملايين من الناس طب وإن اللي يخلي روسيا لو كان الرقم الفادح ده حصل ما يقولوش ممكن لاسباب امنية ممكن علشان الروس ما يبينوش امام العالم هم قتلوا قد ايه ممكن 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 ولكن عندنا لغة العقل تقول لما النهار ده اوكرانيا تحط قوانين صارمة من 18 الى 60 ومش لقين ويعملوا كده فمعنى كده ان اللي مات عدد كبير اوي اتمنى المعلومات دي تكون اللي تأعجب حضراتكم وبشكركم جدا جدا على المشاهدة تاني ما ننساش الدعم باللايك ولو اول مرة تشوفني تشرف واتنور بالاشتراك في القناة سلام عليكم اشتركوا في القناة